السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نسل الله عز وجل صدق النية وصلاح العمل ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعوة لا تسمع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أمين طب يا جماعة الخير ما زلنا في مادة الكلينيكال سايكولوجي علم النفس السريري نتعرف اليوم نبدأ فعليا في السياقات السريرية أكثر وأكثر نبدأ اليوم في كلامنا عن الاضطرابات النفسية وتشخيصها ومعرفة ماهيتها في المدارس المختلفة وخلينا نحكي الفلسفات المختلفة التي تنظر إلى الاضطرابات النفسية بوجهات نظر مختلفة فإن شاء الله اليوم بنتكلم عن تعريف أصلا ما معنى اضطراب نفسي وطبعا هذا اللفظ وهو Psychiatric Disorder قد يستخدم لفظ الآخر وهو Mental Disorders إما Psychiatric Disorder Mental Disorder Psychiatric Problem Psychiatric Disease Mental Illness Mental Disease كلها مترادفات لهذه الكلمة اللي هي Psychiatric Disorder Psychiatric Disorder اضطراب نفسي وعادة عندما نعبر عن الاضطراب نتكلم عن Disorder وليس disease لأن عادة كلمة disease في الطب معناها نحن نعرف ما هي المشكلة وما هو سبب المشكلة في حين Disorder نحن نتكلم عن شيء أوسع من هذا على كل حال نبدأ بموضوع التعريفات ثم نتكلم عن النظريات المختلفة وكيف تنظر إلى الاضطرابات ما هو الاضطراب النفسي متى نعتبر السلوك المعين أو ما يحصل مع الإنسان يعتبر اضطراب هناك نقاش طويل عريض حول متى يعتبر سلوك اضطراب متى يعتبر هذا الشيء هذه الأعراض اضطرابا هذا نقاش واسع ولكن ملخص هذا في أربع نقاط أن الاضطراب يكون فيه أربعة أشياء أولى هذه الأشياء أن هذا الشيء أصلا يعتبر إحصائيا إحصائيا ليس من ضمن السلوكيات الطبيعية لا نستطيع أن نقول طبيعية بإقدر ما هي ليست من ضمن السلوكيات العادية ولذلك نحن نقول أنه نوعا ما بعيد عن سلوك باقي البشر لم يكن إنسان عنده أعراض معينة تكون هذه الأعراض أو هذه السلوكيات أو هذه المشاعر أو الأفكار أو بعيدة عن ما هو تيبيكل وذلك نقول هل هذا يكفي لأن هذا الطراب يقول لك لا هناك شرط آخر إنه يكون ما الأدابت Truth يعني هو فعلا يؤثر على الحياة يؤثر على الحياة الإجتماعية يؤثر على الحياة الأسرية يؤثر على الحياة الأكاديمية وهكذا يؤثر على حياة الإنسان هذه هي النقطة الثانية النقطة الثالثة إنه Abnermal شو يعني Abnermal؟ مش طبيعي وهنا نتكلم عن مش طبيعي بالنسبة للمجتمع يعني المجتمع هذا المجتمع الذي فيه هذا الإنسان يعتبر هذا السلوك أنه مش السلوك المعتاد للبشر في هذا المجتمع إذن أول شيء أنه يحيد عن ما هو معتاد إحصائيا يشكل إعاقة للحياة ويعتبر في المجتمع في مشكلة ولكن أيضا هناك مسألة مهمة أخرى أن الإضطراب يكون فيه إشكال في طريقة التفكير أو في الإدراك هذه الشروط الأربعة للإضطراب لكي يعتبر إضطراب نفسي فعليا يجب أن تكون هذه الشروط الأربعة كلها موجودة بدرجة أو بأخرى ولكن هذا لا يعني أن النقاش في تعريف الإضطراب النفسي محسوم لا الموضوع ما زال يعني مسألة فيها نقاش وفيها بحث وفيها اختلافات وهكذا ولكن هذا للآن ملخص الأمر أن الإنسان بيسلك سلوكيات أو بيفكر بطريقة أو بيشعر بطريقة هي ليست من ضمن المعتاد بين البشر بشكل عام وليست حتى ضمن المعتاد في المجتمع الذي يعيش فيه تشكل هذه الأعراض يعاق لحياته الاجتماعية الاقتصادية الأكاديمية مهما يكون وأنها فعلا إشكال في طريقة التفكير في الإدراك وهكذا طيب وهنا نقطة يعني دعوني أعطي مثال يعني مثلا إذا أردنا أن نعتبر مثلا سلوك مثل سلوك إذاء النفس بشكل عام إذاء النفس سلوك مرضي يعتبر في الطب النفسي مرضي يحتاج علاج تمام مفهوم فهو عادة تمام شيء غير طبيعي بالنسبة للبشر وفي المجتمعات هو يعني شيء غير مقبول ولكن تجد بعض الثقافات إذاء النفس يعتبر شيء يعني بالعكس طقوص دينية أحيانا أنه يعملوا أحيانا تتوز وأحيانا بعضهم بيجلد نفسه وهكذا احنا ما نحكي أنه هذا صحيح الآن لا أحكم للموضوع صح الآن في صح وخطأ في الأديان وهكذا لكن أنا أتكلم عن أنه هذا هل يعتبر اضطراب نفسي في سياق الاضطرابات النفسية فنحن لا نعتبره بهذا الاعتبار إذا كان متعارف عليه في ثقافة معينة طيب خلينا ندخل مباشرة لكيف تنظر النظريات المختلفة للاضطرابات النفسية يعني شوفوا الآن الاضطرابات النفسية عندما وصفناها الآن بأنها سلوكيات أو أفكار أو مشاعر هي فعليا خارج الحد اللي نعتبره طبيعي في سياق اجتماعي معين أو بالنسبة للبشر بشكل عام ويؤدي إلى اختلال في وظائف الحياة وهكذا هذا تعريف عام والتعريف فعليا اللي يعتمد الآن في الطب النفسي هو التالي يقولون أن الاضطراب النفسي هو مشكلة في المشاعر أو الأفكار الأفكار أو المشاعر أو السلوكيات مرة ثانية مشكلة في الأفكار أو المشاعر أو السلوكيات فبيكون هناك مشكلة بالكوغميشن إموشنز أو بيهيفير بتكون هذه المشكلة تؤدي إلى اختلال في وظائف الحياة بتأثر على الحياة الاجتماعية بتأثر على الحياة الأسرية بتأثر على الدراسة وهكذا هذا تعريف الاضطراب النفسي باختصار مشكلة في الأفكار، المشاعر، السلوكيات تؤدي إلى اختلاف وظائف الحياة هذا التعريف يظهر منه بشكل واضح أنه يصف حالة الاضطراب ولكن لا يفسر حالة الاضطراب ولا يعطي ما معنى الاضطراب بشكل دقيق يعني هو يصف ما يظهر من الاضطراب تمام؟ ولذلك تجد أن هذا التعريف لا بيحسم الجدال بين المدارس النفسية المختلفة في قراءة المشهد وقراءة ومعرفة ما هو الاضطراب النفسي لا يحسم بهذه السهلة، لا فإذن هو تعريف وكأنه تعريف إجرائي تذكر حكرا عن تعريف إجرائي يساعدنا على التقييم والتشخيص وبعدين يعني وكأنه هذا التعريف يساعدنا لكي نتفاهم على لغة مشتركة لما نحكي اكتئاب نكون نتكلم عن نفس الشيء لكنه فعليا لا يفسر لنا ما هو الاكتئاب حقيقة إنما يعطينا مصطلحة مشتركة لما تحكي أنت عن الاكتئاب أكون أتكلم عن الاكتئاب الذي تتكلم عنه أنت طيب فيبقى الاختلاف بين النظريات المختلفة حول هذا فتجد مثلا من المدارس النفسية التي تكلمنا عنها سابقا مدرسة التحليل النفسي مدرسة التحليل النفسي مدرسة فرويد باختصار وأتباعه وهذا تكلمنا سابقا كيف يفسرون السلوك الإنساني العادي الطبيعي فكذلك الأمرهم يفسرون الأمراض النفسية والمشكلات النفسية بنفس الفكرة وهي تفاعلات بالأنكونشس عادة باللاوعي ولكن ممكن تكون بين إشاء بالوعي باللاوعي وبأجزاء النفس المختلفة مثل الإد والإيجو والسوبر إيجو وهكذا وهذه الأمور التي تكلم عنها فرويد طبعا هناك نظريات مختلفة داخل مدرسة التحليل النفسي تكلموا عن أمور أخرى بعضهم تكلم عن أجزاء أخرى للنفس لا يعترفون بالضبط بتفسيرات فرويد بالضرورة إيدو إيجو سوبر إيجو هناك تفسيرات أخرى لكن كلها المدارس التحليلية أقصد التحليل النفسي بيتكلموا عن أن هناك تفاعلات بل كونفلكتس أحيانا صراع بين أجزاء النفس المختلفة بيكون بالأنكونشس باللاوعي ويظهر على شكل طبعا أحيانا هي الدفاع النفسية وهذا الذي يظهر بالنهاية الإضطراب النفسي بصفة بأوصافه مهما تكون فهنا يتكلمون عن أصل الإضطراب عن أصل الإضطراب النفسي فهكذا يفسرونه وهي مدرسة التحليل النفسي في حين مدرسة الهومانيستيك سكول خلينا نحكي مدرسة الإنسانوية أو الإنسانية بتذكروا حكيانا عن كارل روجر حكيانا عن أبراهام ماسلو بيتكلموا أن الإنسان يصل إلى مرحلة الإضطراب إذا كان فعليا إذا تأثر تأثر سلبي بالبشر خاصة في موضوع تقديره لنفسه وهكذا فإن الإنسان إذا كان حساس لانتقاد الآخرين وأحكام الآخرين خاصة إذا كان في الصغر لم يكن هناك نوع من التقبل اللامشروط له تذكروا تكلم عن إذا الطفل يحصل على هذا فقد يكون عرض الإضطرابات بشكل أكبر فيكون تقديره لنفسه أقل وتقديره وتقدير المجتمع له أقل فهذا يؤثر على حتى تحقيقه لذاته وهكذا هذا اللي يتكلم فيه الإنسانويين في حين تجد المعرفيين المدرسة المعرفية خلينا نسميها تتكلم عن أن الإضطرابات النفسية أصلها مشكلة في الأفكار ما يعني المشكلة في الأفكار؟ يعني هو الاكتئاب أصل المشكلة فيه مثلا أنه هو الإنسان الذي عنده اكتئاب يفكر بطريقة مشكلة فهو يفكر بطريقة كارثية ويفكر بالأشياء السلبية فقط ويفكر بطريقة دائما فيها استنتاج لنتائج ليس بالضرورة أن تكون موجودة وهكذا يقولون أن المشكلة تكون في الأفكار دعوني آتي بالاكتئاب كمثال تمام؟ الاكتئاب كمثال فنرجع للمدرسة التحليلية فالمدرسة التحليلية إذا أرادت أن تفسر الاكتئاب بغض النظر عن تعريف الاكتئاب قلنا تعريف الاكتئاب هذا الشيء خارجي اللي هو ما هو الاكتئاب؟ الاكتئاب فيه الأعراض كذا وكذا وكذا سنتكلم عنها عراض مثل المزاج السيء عدم استمتاع بالحياة مشاكل في الأكل مشاكل في النوم رغبة بالموت كل هذه الأعراض تمام؟ المدرسة التحليلية تفسرها أنه تمام لدينا صراع باللاوعي بين أجزاء النفس المختلفة يظهر على شكل اكتئاب قد يكون الإنسان عنده نوع من الغضب تجاه نفسه فيظهر على شكل اكتئاب مثلا مراغبة تدميرية تجاه النفس مثلا فتظهر على شكل اكتئاب المدرسة الإنسانية تتكلم عن الأمر أنه في عندي الإنسان إذا لم يحقق بن قوسين إذا لم يحقق نفسه وكان المجتمع لا يتقبل كما ينبغي وكان خاصة في صغره لم يكن هناك نوع من التقبل غير المشروط له سيصل إلى درجة الاكتئاب لأنه لا يقدر نفسه ولا يصل إلى تحقيق نفسه كما ينبغي المدرسة المعرفية كما قلنا تفسر مثلا مثال الاكتئاب هنا أن الإنسان في حالة الاكتئاب يصل إلى يكون في حالة من طريقة التفكير الكارثية طريقة التفكير الأبيض والأسود أنه لا يرى الأمور بشكل تفصيلي وهكذا طيب تمام فهؤلاء المعرفيون ينظرون إلى الأمر بهذا الشكل قبل أن نكمل على المدارس الأخرى لذلك تجد كل مدرسة من هذه المدارس تعالج المشكلات النفسية بحسب ما ترى المشكلة فالمدرسة التحليلية عندما ترى أن المشكلة أصلها متعلقة بكومفلكت معين صراع معين يحصل بالأنكونشس باللا موعي فتحاول من خلال تقنيات مختلفة أن تعالج هذا الكونفلكت الموجود باللا موعي في حين المدرسة الإنسانية عندما تجد المشكلة متعلقة بتقدير الإنسان لنفسه وتقدير الناس له وتحقيق الذات والسلف اكتشواليزيشن وهكذا ستحاول قد الإمكان أن تعالج هذه القضايا أولا بأول بعدة تقنيات مختلفة كذلك الأمر المدرسة المعرفية عندما تفسر أن الأمراض النفسية والمشكلات النفسية بسبب طريقة التفكير المشكلة فإنها ستحاول بطبيعة الحال معالجة هذه الاضطرابات وهذه المشكلات من خلال معالجة الأفكار المشكلة طيب هل هناك مدرسة أخرى؟ نعم تكلمنا عن المدرسة السلوكية البيهيفيرال أبروش أو البيهيفيرال سكول المدرسة السلوكية والتي تعتبر مدرسة منقرضة نوعا ما من ناحية التأصيل للفلسفي لأنه نمسح فيها الأرض فعليا من خلال تنظيرات المعرفيين ومن خلال تنظيرات اللغويين نعم شميسكي واحد من أهم الناس اللي بهدلوهم يعني ولكن خلينا نحكي عنهم بشكل عام هم ينظرون إلى أن الاضطرابات النفسية تتعلم زي هذه السلوكيات العادية هم يحكوا عن الكلاثيات والأمراضية وهكذا فباختصار السلوكيات المرضية السلوكيات المشكلة أيضا تتعلم تتعلم تعلما فلذلك يتكلم مثلا الاكتئاب في شيء اسمه learned helplessness learned helplessness الإنسان يتعلم اليأس والقنوط يحاول 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 فبيتعلم وكأنه يتعلم أنه ما في أمل فبيتعلم أنه ما في أمل تعلما من خلال المحفز والاستجابة وهكذا المدرسة البيولوجية أو النظرة البيولوجية البيولوجيكال أبروش خلينا نسميه أو البيولوجيكال فيو أو البيولوجيكال أبروش أو أحيانا ممكن نسميه الفيزيكالست أبروش النظرة الفيزيائية البحثة يعني المادية تنظر إلى أن الإطرابات النفسية هي أصلها مشكلات في النواقل العصبية والدارات الدماغية وهذا هو الأبروش الذي كثير من الماديين المتيريليستيك يعني خلينا نحك بيوغل المتيريليستيك أيديولوجي بيتمسكوا بهذه الفكرة وهكذا وبطبيعة الحال لما يجوا يعالجوا المشكلات سينظرون إلى الجانب العطوي من ناحية أدوية ومن ناحية نواقل عصبية وهكذا هي الشيء الأساسي الذي يحتاجون علاجه لأنه هو أصل المرض الـ Social Cultural Approach الذي نتكلم فيه عن الأشياء البيئية المحيطة المجتمع وأثر البيئة على الإنسان بطبيعة الحال ينظرون أن هذه هي العوامل الأساسية ويعملون عليها طبعا في الطب النفسي فعليا نحن نتعلم كل هذه النظرات المختلفة لننظر باتزان قدر الإمكان ولذلك نحن نعتمد ما يسمى بالـ Bio Psycho Social Approach اللي هو تمام في عوامل بيولوجية في عوامل سايكولوجية نفسية ونفسية هنا تشمل النظريات المختلفة تشمل النظريات التحليلية تشمل النظرة المعرفية تشمل النظرة الإنسانوية وهكذا وفي الـ Bio Psycho نفسية والـ Social هي تشمل وذلك تجد الطبيب النفسي الأصل أن لا يستمسك فقط هذا نقص عقل وقصور كبير جدا في النظر إلى الأمر لكن بالأخير كل إنسان له عقيدته الخاصة فيه فكثير من الأطباء له عقيدة فعليا هو يعني عقيدته هو يرى أن الحياة مادة بشكل عام فبطبيعة الحال هذا ينطبق أيضا على الطب والطب النفسي بالنسبة له فهذه عقيدته يعني ما العلاقة فيه الفكرة أنه هذه النظرة في الطب النفسي الأصل أن تكون أشمل الآن لدينا النظرة الإسلامية اللي هي المفروض برضو أشمل وأشمل اللي هي تشمل الـ Bio Psycho Social approach لكن تنظر إلى الأمر بشكل أوسع أكثر اللي هو أصلا أنه أولا كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى تمام وكل شيء اختبار وابتلاء في هذه الدنيا وأنه لما نيجي نحكي عن الإضطرابات ما يسمى بالإضطرابات النفسية هناك تسميات قريبة من هذا مثل أمراض القلوب وهكذا وأنه هذه المشكلات تكون مشكلات فيما يسمى بالقلب وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ومرض القلب يكون على وجهين الوجه الأول يكون مشكلة في الإرادة والمرض الآخر يكون مشكلة في الإدراك مرة ثانية مشكلة في الإرادة أو مشكلة بالإدراك Corruption of knowledge اللي هي المشكلة بالإدراك الإدراك أو التصور أو المعرفة مشكلة بالإدراك Corruption of knowledge أو مشكلة بالإرادة العزم الإرادة الرغبة Corruption of Intent وهذا بطبيعة الحال بيرجع فينا لمفهوم ال Consciousness الذي تكلمنا عنه سابقا ووظائف القلب أنه منتهى الإدراك ومبتدأ الإرادة فالمشكلة تكون فإيش يعني؟ يعني بيكون الإنسان شو يعني مشكلة في الإرادة؟ يعني الإنسان يصير يرغب بالأشياء غير الصالحة باختصار يرغب بالأمور غير الصالحة غير الصحيحة الأشياء الخاطئة ولا يرغب بالأمور الصحيحة فهذه مشكلته لا يرغب بالأمور الصحيحة ويرغب بالأمور الخاطئة هذه مشكلة ال Intent أما مشكلة ال Knowledge أنه لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا لا يرى الأمور بشكلها الصحيح يتصور الأمور بشكل مشوه وهذا بالمناسبة يشمل حتى ما يذكر به Cognitive Psychology بعلم النفس المعرفي فيكون العلاج بطبيعة الحال بناء على هذا بال Knowledge بالمعرفة لأنه هناك مشكلة في الإدراك فمدركة مشكلة في الإدراك والتصور المعرفة فيكون الحل بالمعرفة والعلم بالعلم فالإنسان يعلم هل يكفي المعرفة لوحدها؟ لا لا تكفي المعرفة لوحدها لأن المعرفة لوحدها ليست بالضرورة أن تعالج الإرادة ولذلك يكون المعرفة واتباع هذه المعرفة ولذلك في الحديث في الدعاء المشهور اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه فليس مجرد معرفة الحق تكفي وإنما أن تتبع هذا الحق وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأنك تعرف الباطل وتتركه فكل الأمرين لمعالجت هذا الأمر على كل حال الآن لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة لكن يجب أن ندرك أن المدارس النفسية المختلفة كل عاقل في أي مدرسة من المدارس النفسية حتى وإن اختلفنا معهم الأصل أنه يدرك أنه ليس معناه كل منا يتبنى مدرسة خاصة مثلا التحليليون يرون أنهم هم الذين يفسرون النفس بالشكل الأنسب الإنسانويون يرون أنفسهم كذلك نحن كإسلاميين كمدرسة إسلامية بين قوسين نرى أنفسنا أنه نفسر النفس بالشكل الأنسب تمام لكن كل منا الأصل يدرك أن هناك عوامل مختلفة تؤثر في النفس البشرية عوامل مختلفة تؤثر في النفس البشرية فالمعرفيون مثلا لا يقولون أنه أنه أبدا البيولوجي ما لها دور بالعكس يقولون لها دور لكن نهاية الموضوع وتفسيره عندنا نحن كمعرفيون كمعرفيين والمشكلة أنه تجد بعض المدارس لا تتسق مع هذا التفكير هو يقول لك تمام كل العوامل الأخرى موجودة ولكن إن شاء الله خير يعني يطنشون هذه الحقيقة في حين تجد المدرسة مثل تجد هذا الأبروش أو هذه النظرة تراعي النظرات المختلفة ويقول لك إحنا نراعيها يعني من ضمن المنهج تبعنا مراعاة أن هناك عوامل مختلفة كذلك الأمر بالإسلام بالنظرة الإسلامية للموضوع نحن نقول أن هناك عوامل مختلفة عوامل بيولوجية عوامل جينية عوامل بيئية ما عندنا مشكلة معها وكلها تعتبر يعني نعتبرها داخل النظرية الخاصة بنا يعني عندما ننظر الأمور نعتبر كل هذه الأمور ولا نظنشها يعني لأنها حقيقة واقعة وهكذا ولذلك مثلا لما تجي تحكي عن حقيقة اسمها أن الناس الذين عندهم مشكلات جسدية معرضين أكثر للاكتئاب هذه حقيقة إحصائية يعني الأرقام تقول هذا فلا يمكن أن يأتي إنسان معرفي ولا سلوكي ولا إسلامي ولا شو مكان يمكن هذه الحقيقة لأنه مش ظابط مع النظرية تبعته لا أبدو يحاول أن يفسر هذه الحقيقة بناء على النظرية التي لدي أما إن لم يستطع أن يفسر هذا بناء على النظرية التي لدي إذا النظرية تبعت فيها خلل فيها إشكال كذلك الأمر أن هناك حقيقة تقول أن المتدينين بشكل عام أقرب إلى أن يأبعد عن الاكتئاب أبعد عن القلق أبعد عن الانتحار هذه حقيقة لا ينكرها أحد لأنها واقع الإحصائيات تشير إلى هذا لكن يبقى أن كل نظرية كيف تفسر هذه الحقيقة داخل تنظير الخاص بها حقيقة مثلا أن الأدوية تعالج الأمراض النفسية في كثير منها يعني تساعد على الأقل في كثير من الأمراض الأدوية تساعد فيها بل بعض الأمراض بدون الدواء لا يمكن ضبطها تمام فالكل يعتر بهذه الحقيقة بالدرجة الحقيقة منها لأنه أحيانا بيكون الموضوع زيادة عن اللزوم لكن بالدرجة الصحيحة منها الكل يعتر بهذا لكن يبقى تفسير هذا كيف يكون تمام فهذا جدول يلخص الأمر فكما قلنا المدرسة البيولوجية تنظر إلى الأمر الرجال الجوارية جدولت عن نوع من الثلاث سن الدريس تعمل الثلاث أعلى رجال التعلم المعارض تسميها التعلم بيقول أن الش ! في الصغر والمدرسة التحليلة بتحكي عن والمعارضة بين السوبر ايجو والإد في حين الإسلامي بحكي عن سبب الإطرابات النفسية سبب أي شيء في الحياة هو إرادة الله سبحانه وتعالى وحكمته الكاملة البالغة التي تكون من خلال أسباب مختلفة ملطبي الفاكترز التي تشمل البايو سايكو سايكو سوشال بالإضافة للعوامل الغيبية هناك مسألة يدرسها علماء النفس عادة في سياق الأمراض النفسية في أي مدرسة كانت بغض النظر عن المدرسة هناك أشياء من يدرسها تعتبر عبارة عن أرقام وإحصائيات لا يمكن الإنسان أن يفترضها من عند نفسه بل يجب أن تبحث بحثا علميا ثم بعد ذلك يتم التفسير ما يعني؟ في عنا إشي نحن نسمي بريدسبوزنج فاكترز أو بريدسبوزنج كوزز ما معنى هذا؟ الآن الإضطرابات النفسية قد يكون هناك عوامل تهيئة لها بريدسبوزنج نحن نسميه بريدسبوزنج يعني عوامل سابقة تهيئ الإنسان أو تهيئ الإنسان أن يكون عرضة لهذا الإضطراب وهي تكون مثل العوامل الجينية العوامل حتى البيئية المختلفة التي قد تجعل بعض الناس أكثر عرضة للاكتئاب من غيرهم فمثلا الناس اللي بيكون عندهم تاريخ أسري في اكتئاب يكونوا أكثر عرضة للاكتئاب الناس اللي عندهم أمراض جسدية يكونوا أكثر عرضة للاكتئاب الناس الذين يكونون غير مؤمنين أكثر عرضة للاكتئاب وهكذا تهيئ لإنسان أن يكون أكثر عرضة للإضطرابات فهذه تدرس وهذه لا يمكن إفتراضها من عندي أنفسنا والله أنا جاعة بالي والله أنا شايف أنه كذا شايف أنه عصير البرتقال يؤدي إلى الاكتئاب ما بيزبط هيك يجب أن يكون هناك إحصائيات ودراسات أنا شايف أنه والله الواحد أنه ما يشرب شاي الصبح بيؤدي إلى الاكتئاب ما بيزبط هيك ويكون مبني على إحصائيات ودراسات بعد ما تحصل الإسرائيات والدراسات وتثبت هذه الحقيقة مثلا تأتي النظريات المختلفة وتقول تمام أها مثلا موضوع الزواج الإنسان كلما كان في حياة زوجية مستقرة كلما كان أبعد عن الاكتئاب والانتحار مثلا هذه حقيقة تثبتها الدراسات فبتيجي المدرسة الإسلامية مثلا تقول بالضبط هذا لأنه هذا هو الفطرة وهذا هو الخير وهذا ما أمرنا الله به وهذه سنة الأنبياء وهذه السنة في الكون وهكذا تأتي المدرسة العرفية تقول صحيح هذا بسبب أن الإنسان يكون عنده تصور عن نفسه أنه هو إنسان نافع وأنه إنسان يعني يرى نفسه أنه معيل لغيره وهكذا وتأتي المدرسة المعرفية تقول أنه آه الإنسان عندما يتزوج يجد عنده نوع من تقدير لنفسه وهكذا فواضح حقيقة ثم تأتي التفسيرات فهي من سميها في أن العوامل أو الأسباب اللي مباشرة سببت المرض تقريبا اللي وكأنها الشرارة اللي فعلت المرض فالإنسان كان عنده تصور عن نفسه من نفسه إنسان تعرضت لضغوط نفسه مختلفة فكانت هي وفي أن أشياء أخرى خلينا نسميها خلينا نتجاوزها ونحكي عن اللي هي العوامل التي تجعل الإنسان تجعل الإضطراب مستمر يعني بعض الناس تمام عنده وعنده أصبح لديه مشكلة تمام ما الذي يجعل هذه مشكلة تستمر هي من سميها طبعا في مقابل هذه العوامل سواء ال-predisposing factors precipitating factors وال-maintaining factors في مقابلها بيكون عنا protective factors عوامل وقاية عوامل وقاية سواء كانت على مستوى على مستوى ال-predisposing مستوى قبلي يعني أو كانت protective على مستوى الأحداث نفسه لما تحصل زي precipitating factors في هذا المستوى أو حتى على maintaining factors لكن كلهم خلينا نسميهم protective factors عوامل وقاية عوامل وقاية مثل الصحة الجسدية مثل الإيمان مثل العلاقات الصحية مثل الزواج مثل الإنسان يكون إلو أهداف في الحياة وهكذا من أي كل عوامل وقاية تمام طيب سنتكلم فيما هو قادم عن الإضطرابات ستكون مادة يعني موجزة عن الإضطرابات النفسية لأن الإضطرابات النفسية ستأخذونها بالتفصيل في السنة الخامسة لكن الآن نحن نمر عليها مرورا لنفهم ما هي الإضطرابات النفسية ما هي أنواعها وهكذا ثم لنتكلم بعد ذلك عن أنواع العلاج أيضاً المختلفة للإضطرابات النفسية فباقتصار اليوم تكلمنا عن الإضطراب النفسي والإضطراب النفسي هو عبارة عن مشكلة في التفكير أو في المشاعر وضبطها أو في السلوكيات أو كشكول من هذه الأمور يؤدي إلى اختلال في وظائف الحياة وهذا الإضطراب النفسي مهما يكون في أنه إضطرابات كثيرة جداً سنأتي عليها لاحقاً ولكن هذا الإضطراب نحن نصفه وصفاً لا نعرف ما هيته وحقيقته وإنما نقول أن هناك مدارس مختلفات تحاول تفسير للإضطرابات النفسية فهناك المدرسة المعرفية التي تنظر إلى الأمور أنه مشاكل في طريقة التفكير المدرسة السلوكية التي تعتقد أن الموضوع عبارة عن تعلم من خلال في المدرسة التحليلية التي ترى أن هناك صراعات في اللاموعي وهناك المدرسة الإنسانوية التي تتكلم عن موضوع التحقيق ذات وتقدير الذات وهناك المدرسة السوشو كالجر التي تتكلم عن البيئة أو المحيط وهناك البيوسيكو سوشي الابروتش الذي يستخدم عادة في الطب الذي يرى العوامل يحاول قدر الإمكان بشكل متكامل وهناك الإسلامي الابروتش الذي نظن ونعتقد أنه الأصوب والأسلم الذي يعتبر البيوسيكو سوشي الابروتش جزء من العوامل ولكن هناك عوامل أيضا غيبية وكلها عائدة إلى إرادة الله وحكمته ويتعامل معها بناء على هذا تمام؟ هي قلصنا هذه مادة موجزة لتقدمة الاضطرابات النفسية فهذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر